موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم اهلا بكم ولقاء جديد مع مرة الاحداث حالة الجمعة 26 نوفمبر 2021 تأكيد النهاردة فقرة مهمة جدا في حلقتنا لتغطية افتتاح طريق الكباش العالمي وقد ايه فعلا كانت احتفالية اكثر من رائعة هنبدأ مع حضراتكم باهم اخبار ملف الابت وبنتذكر معا مرور 11 سنة على استشهاد احباء المسيح في كنيسة العمرانية بعد ما كان هناك وقتها كان فيه هجوم من قوات الامنة على الكنيسة كان يوم 24 نوفمبر 2010 بنتذكر شهيد المسيح مكاريوس جاد شيكر كان عنده 19 سنة وشهيد المسيح ايضا ملاك ميخايل ملاك 24 سنة نالوا اكليل الشهادة من اجل بناء كنيستهم اللي صارت كاتدرائية كبيرة النهاردة وطبعا احنا مش بننسى كل شهداءنا ودماء الشهداء هي بزارة كنيسة في كل عصر ولان كل كنيسة لها قصة وحكاية ومهما كانت الديقات لكن بيت الرب او المضايقات بيت الرب هيت بني بنقول لكل اثارهم تعيشوا دايما تفتكروا في اختفاء جديد لفتاة كبطية اسمها كريستين صبحي اختفت في ظروف غمضة تداول رواد سوشيال ميديا منشور عن اختفاء كريستين صبحي بيقولوا ان هي كانت راحل مدرستها يوم الاربع اللي فات ده 24 نوفمبر ولم تعود حتى الان كل الناس بشهادة كل اهلها وكل اسحابها ومعرفها ان هي على خلق ومقدبة جدا مع كله مستغرب ايه اللي حصل وطبعا يعني برضو قصة ان كل شوية والتانية نلاقي اختفاء فتاة جديدة وتمر الايام وترجع البنت بدون اي تفاصيل طبعا الناس برضو بتقول طب احنا عايزين نفهم اللي بيحصل وفي فتيات مش بترجع يعني واحنا متابعين معاكو طبعا الملف ده اه اسرة كريستين صبحي كتبت على مواقع او نشرت الخبر ونشرت ايضا رقم التليفون على اساس لو حد يلاقي يشوفها وتقريبا هي برضو قاصر يعني ممكن تكون 16-17 سنة بنصلي من كل قلوبنا انه ترجع بالف سلامة يا رب بالنسبة ليه عندنا تحذيرات النهاردة من سيدات يعني بينتحلوا شخصيات خدام خدمات من الكنيسة علشان خاطر يلموا تبرعات فكان فيه اتناشرة صورة البطاقة دي لبنت فيه واحدة بتستغل يعني عاملة البطاقة دي وبتدعي ان هي مسيحية وان اسمها نورة يوسف عبد الشهيد وقامت بالاتصال بناس من كينيسة العدرة مريم في الفجالة وبتقول ان هي في ازمة وان هي ارملة وابنها عنده عشر سنين ومات بمكروب الدم وان هي محتاجة لمبلغ 840 جنيه هي الفكرة فيها هنا برضو بتبقى ايه مبلغ بسيطة عشان الناس يعني تتعاطف معاها وتديها من هنا ومن هنا ومن هنا تجمع مبلغ المهم ان هي قالت ان هي دفعت 1000 جنيه لمستشفى الشروق وبتسافر للمينيا او عايزة تسافر للمينيا عشان تدفن ابنها بجنب والد بجوار والده المهم اللي حذر ده كان استاذ مجدي صبري خادم بكنيسة العدرة مريم الفجالة وقال يا جماعة انه من فضلكم يعني يا لما بعتت التقارير وبعتت الدنيا يعني تخيلوا ان هي كمان مزورة تقارير مستشفى فراح وحاول يتأكد من مستشفى ما لقاش اي حاجة وبعد كده حاول الاتصال بيها لقى الهاتف مغلق وبيقول كده طبعا ده نصب وان هي كان كل الحكاية ان هي عايزة فلوس وانك انت بترسل لها المبلغ يعني على مكينة امان برقم حساب فالتحذير ده واجب جدا انه حضراتكم بنقول من فضلكم ما بيبقاش يعني اي حد يكلمك اي حد يدعي انه خادمة اي حد يدعي انه راهب انه كاهن انه يعني زي ما قلنا سواء تبرعات لكنيس او تبرعات بسبب ظروف صعبة يعني خلي عندنا حكمة ولازم الحاجات دي تطلع يعني تبقى من خلال مصدر موصوق فيه وحد بيكون بيتابع الحالات دي برضو كمان كان فيه تحذير تاني ما عرفش اي حكاية اليومين دول يعني من الحذر كان خادم بيحذر من فتاة من واحدة برضو خادمة معروفة بالكنيسة بتستغل اسم خادمة معروفة في الكنيسة علشان خاطر برضو تحصل على مبالغ مالية حذر احد الخدام من سيدة بتستغل اسم خادمة معروفة في الكنيسة عشان تحصل على اموال وبنتواصل مع الجميع انها الخادمة يعني بتتواصل مع ناس كتير اسمها حنان جميل اللي اتكشفت الحقيقة الدنيا وانه الصفحة اللي قدامكو دي بيقول ان هو خادم من الكنيسة قال انها تواصلت معاه وطلبت مساعدة فاخد بياناتها وتكلم مع الكاهن الكاهن قال له ان هيرجع لتصوني حنان ويفهم منها لان الاسرة دي كنيسة متكفلة بكل احتياجاتها المهم انه اللي حصل ان هم تواصلوا مرة تانية مع السيدة دي وسجلوا المكالمة وبعتها لابونا ولما ابونا سمع الصوت قال لأ ده مش صوت تصوني حنان ده صوت واحدة اسمها ماريم وكانت خادمة في الكنيسة وتنقلت لبلد تاني فتواصلت معها وقلت لها ان احنا عرفنا ان احنا عرفناها يعني فقالت ان انا قلت ان انا حنان عشان حنان خادمة معروفة وتصدقوني طبعا اللي بيجذب في اي حاجة ما اعتقدش انه حد يعني هيصدق فكرة القصتين دول علشان يعني تخلوا بالكو يا جماعة لانه موضوعات الحكاية ان حد يعني باختصار ما تدفعوش تبرعات لأي كنيس او لأي حد محتاج مساعدة يتواصل معاكو كده بتليفون او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما تكونوا ضامنين بننعي رحيل طبيب الغلابة دكتور ايميل حنة رحل امس الخميس وهو من منفلوت ايميل حنة بيقال انه هو كان معروف عنه انه بيسموه برضو طبيب الغلابة لانه كان كتير جد ما بيخدش فلوس من الناس وكانت جنسته شيعة امس الخميس مساء من دير الامير تدرس الشطبي بمنفلوت وبيقال برضو انه ما كانش فيه اهتمام به وسائل الاعلام يمكن مؤخرا كانت اهتمت بقصة الطبيب ايميل عشان ينال حظ من الشهرة خلال سنوات عمره الاخيرة زي بقولكو كان يعني حالات كتير من الفقرة كانت بتروح التعالج عنده كان ممكن ياخد يعني كمان يدفع من جيبه الخاص فلوس علشان يشتري الدواء للمرب نياحا لروحه عزاءا لكل اسرته ومحبيه ايضا الطفل جاستن القصة اسامة كان بعد ما تعرض لحادث مؤسف الحقيقة والده كان بيطلب طلبات صالة الفترة اللي فاتت وكان حالته صعبة جدا انتقل الى السماء الامجاد السمائية الطفل جاستن القصة اسامة بعد تعرضه الى حادث قدى الى صبات حرجة وكان فاقد الوعي وكان فيه مستشفى المينيا الجامعي بنعز القصة اسامة مكرم في رحيل جاستن ونعز طبعا والدته وكل يعني اصرته وعيلته وحبائه ربنا يكون برضو يدي العزاء لكل حد رحله حد يعني كان تنيح لي او رحل عن عالمنا حد عزيز عليه ربنا يعز الجميع وربنا يمدي ايده ايضا بالشفاء لكل متألم او في حالة صعبة اتكلم بقى عن ابرز المعلومات وافتتاح طريق الكباش والحقيقة يعني انه هذا الطريق يعتبر احد المشروعات القومية في المجال الاثري طبعا يعني احنا كان فيه موضوع المميوات ولكن الحقيقة كان طبعا يعني هذه الاحتفالية بشهادة كاثرين ان كانت وحتى هو كان قبل الاعلان عنها كان بيقولوا على انها هتكون يعني احتفالية اروع بكثير من احتفالية نقل المميوات هذا المشروع هو احد اهم المشروعات القومية في المجال الاثري والسياحي بالاوكسر بيربط معبد الاوكسر ومعابد الكارنق لمسافة 2500 متر كان الحقيقة الاحتفال يعني يعني بيشابه جدا احتفالات ملوك الفراعنة منذ الاف السنين بدأ الاحتفال من معبد الاوكسر بكورنيشن نيل حتى معابد الكارنق التاريخية تاريخ عمال الحفر في طريق الكباش بتعود الى عام 1949 تم الكشف عن 8 تماثيل لابو الهول اثناء الحفر ومن ثم بعد اكتشاف 14 من التماثيل في عام 58 ثم تم اكتشاف 64 تمثال اخر ما بين عامي 61 و64 كل الاكتشافات دي كانت هي اللي في طريق الكباش كانت ما بين الكباش وما بين هذه التماثيل سواء لابو الهول او كل التماثيل اللي تم اكتشافها الحكومة المصرية اهتمت بهذا الحدث جدا وقالت انه هيجعل من محافظة الاكسر مدحفا مفتوحا وزي ما انتوا شايفين الرئيس طبعا السيسي كان بيشهد الاحتفالات هو وزوجته السيدة انتصار عالم المصريات زي حواس وصف الحدث بانه اهم مشروع اثري في القرن الحادي والعشرين وزي ما قولنا وبنأكد طول الطريق 2700 متر بني في عهد الاسرة الثامنة عشر قبل نحو 3000 عام الحياة من الحاجات اللي كانت احنا عارفين ان كانت الاعلامية ايمان الحصري كانت بتعيني مضاعفات خطأ طباء فكانت المفاجأة في انه هي اللي افتتحت بعد غياب طويل هي اللي افتتحت حفل طريق الكيباش السيدات والسيدة في مصر وفي كل انحاء العالم برحب بحضراتكم انهاردة من واحدة من اهم واجمل واعرق المدن في العالم مدينة الاقصر مدينة الاقصر اللي بتشهد اليوم حدث تاريخي انهاردة في مدينة الاقصر عدد غير مسوء من المرسلين الاجانب من كافة دول العالم وعدد من القنوات والصحف العالمية اللي بتنقل معانا هذا الحدث على الهواء مباشرة بعد قليل سيشرفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه لبدء مراسم الاحتفال احنا موودين بالوقت مع حضراتكم في معبد الاخر زي ما شفتوا طبعا كانت بتحاول تسرد اهم الفقرات اللي هتكون في الاحتفال بعدها كان الحياة طريقة النقل برضو من موزيعة لموزيعة او لموزيع كانت جميلة جدا توزعتهم كل حاجات حلوة قوي كانت بعد ايمان الحسري كانت نادا رضا بتستعرض كمان تاريخ وادي الملوك بالاقصر مفيش مدينة في الدنيا بتضم هذا الكم من المواقع الاثرية المصنفة من ضمن اهم المواقع العالمية زي مدينة الاقصر مفيش مدينة بتضم وادي بيجمع مقابر اجدادها العظماء اللي كتبوا تاريخ العالم القديم زي وادي الملوك في البر الغربي بالاقصر وادي الملوك اللي بيحتوي على 64 مقبرة منها 28 مقبرة ملكية ل 26 ملك وملكتين الملكة حد شبسود والملكة تاوس ريت بيرجع اختيار هذا الموقع للملك تحطمس الاول اللي عهد للمهندس انيني يختار مكان منعزل بعيد عن يد اللصوص خلف صخور جبل طيبة علشان يدفن فيه فكان وادي الملوك اللي بيضم معظم مقابر ملوك الدولة الحديثة من الاسرة 18 للاسرة 20 من اهم المقابر اللي تم العثور عليها في وادي الملوك بالرغم من صغر حجمها مقبرة الملك المصري الشهير توت عن خابون وده بيرجع لقيمة الكنوز الذهبية البديعة اللي كانت موجودة فيها واللي تم نقلها للمتحف المصري في القاهرة واللي هتتعرض لأول مرة بشكل كامل عند افتتاح المتحف المصري الكابل بعد الشرح الجميل ده كان الرئيس السيسي وصل لمقر الاحتفالية وكانت بصحباتي طبعا السيدة انتصار السيسي كارينته وصلوا لمقر الاحتفالية ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية لأطفال كانوا مشاركين في احتفالية طريق الكباش وكان داعي بتفلى منهم وقال لها ازايك مش كنتي قاعدة جنبي اشتركوا في القناة بعدها استعرض وزير الاثر امام الرئيس السيسي تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش وهو دكتور طبعا خالد العناني وكان بيشرح اللي مقرر انه يتم عرضه خلال الدقائق اللي كانت فيه المتبقية من الحفل دي صور بداية الكشف على الطريق اول مرة يلاقوا تمثال كان اول تمثال الغربي اتلاقى في 18 مارس 1949 ومن ساعتها الحفير بتشتغل وبتوقف وبتشتغل ولكن دينا الفخر انه كلهم اسهل في مصرين اشتغلوا بقوة ولكن الشغل الاكبر طبعا كان فيه من 2004 لغاية 2011 اشتغلوا فيه بقوة جمدة جدا والدولة عملت مشروعات عشان تكشف عن الطريق ولكن المشروع تعثر بعد 2011 ثم استقنفتها بتوجيهات فخمتك في نهاية 2017 وقام بالتنفيذ الهائة الهندسية للقوة المسلحة بالتنصيق مع المجلس الاعلى للاثار طبعا ده حيكون اضافة كبيرة وهنا بيصح لفظ ان الاقصر اصبحت النهاردة متحف مكشوف مفتوح للعالم الطريق ده بيربط الكارنك شمالا بمعبد الاقصر جنوبا الكارنك هي مجموعة معابد وهنا معبد الاقصر فضل فهم طريق مواكب يعني هذا الطريق هو طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكان بتحيا داخله اعياد مختلفة منها عيد الابت وعيد تتويج الملك ومختلف العيدة القومية بتخرج منه وكان بيوجد به قديما سد حجري ضخم كان يحمي الطريق من الجهة الغربية من مدينة الاقصر بعد هذه الجولة او هذا الشرح من خالد العناني الرئيس السيسي كان تم النقل على منال ابو الدهب او يعني التقى الرئيس السيسي بمنال ابو الدهب وهي واحدة من المرممات مرممة شابة كانت عملت في ترميم صالة الاعمدة الكبرى بمعابد الكارنك وشكرت الرئيس السيسي على الدعم الكبير اللي بيوليه لملف السياحة والاثار والشباب والمرممين أستاذة منال من المرممين اللي كانوا على السآلة اللي سيادتك كنت بتتابع شغلهم أول بأول وهي عايزة تشكر سيادتك أنا بس أستاذ بسيادتك من راحة بسيادتك بخامة الرئيس لمحافظة لوكسور اللي هي النهاردة عروسة متواجهة بفضل معليك وانحنا بس ده كل بدعم سيادتك لينا طبعا اللي كان بيوصلنا دايما على سان معالي رئيس الوزراء فأحنا أنا واحدة من أهالي محافظة لوكسور واحدة من ضمن طريق العمل اللي الكشف عن طريق الكباش اللي احنا كنا منتظرون لنا سنين كتير جدا والحمد لله تم افتتاحه في عهد معليك وافتتاح العديد من المتاحف والاكتشاف والمناطق الأسارية وده كله بيرجع بفضل سيادتك ودعمك الدائم لينا بعد كده تنقلت الكاميرات مع الإعلامية نانسي نور ورحبت بالضيوف من معبة حدش بسوت وكان حسام الحداد من معبد هابو وانا داردة من وادي الملوك ومحمد الشازلي من بعض معبد لؤسر وهدير أبو زيد من مجمع معابد الكارنك كل ده كان تحرقات كده وبيورونا برضو التغطية هتكون من أكتر من مكان وكانت في شكل طبعا رائع جدا بعد كده بدأنا الفقرات الموسيقية هذه الفقرات بدأت الفنية يعني الجميلة برضو الاستعراضات بدأها الفنان حمائي ولارا إسكندر وكان أغنية بلدنا حلوة فيها حجر بإنطق تاريخ نوني ليش هادي يعيش جوه روحنا بنا بداية الحياة موسيقى 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 بعدها كان عرض فيلم تسجيلي بعنوان الأكسر السر عرضت احتفالية طريق الكباش فيلم تسجيلين عن مدينة الأكسر وأبرز أثارها ومعالمها السياحية الفيلم كان مدته تقريباً 18 دي اختارنا منه لحضراتكم بعض هذه المقاطع ومن ضمن برضو اللي كان فيه إلقاء الدوع عليه موضوع مجمع الأديان وانه كان فيه أيضاً أنه الأكسر بتضم دير الشهداء من القرن الرابع لبنته الملكة هيلانا كان فيه الحقيقة يعني يعتبر ملحمة يعني هذا الفيلم التسجيلي كان ملحمة لأبرز أثار والمعالم في مدينة الأكسر الجميلة أي سايع ما جاش لأكسر ولا رجب تحنطور وتحنطر من ظنه ما يعيش ولا يوم فيه أكيد سر في الأكسر إيه سر الأكسر بقى؟ فيها سر عجيب يجزد الناس فيها أكبر إلثة حضاري ثقافي البشرية جمعة عندنا الشمس والخضرة ويبوح ديه سر الجواه جميلة ومبيعة حيثة حلوة مؤسر هي إيكونة الحضارة المصرية القديمة هي المكان الواضح جدا فيه كل مقومات الحضارة المصرية الساعة لما يعيجي من الدينة مش عاوز نروح معيخش الهموم نحسوا براحة نفسية هلو كفاية كرم نسلق ناس عجيب أحنا مش بنسميه الزاية بنسميه الضيفة فيه ناس بتحس إن فيه فاطر لؤسر بناها أعظم ملوك مصر اللي حاكموا مصر في فترة الدولة الحديثة قوة الدولة المصرية كانت الدولة الحديثة هنا موجود أكتر كمية معابد ومقابر بترجع للفترة دي معبد كرنك أعتبر من أكبر دور العبادة في العالم كله عندنا معبد لؤسر ظهرت معابد لؤسر إحنا بنتكلم على آلاف من المقابر النقوش والألوان اللي فيها الألوان زي ما كان بيشوفها المصر قديم لأننا نتخيل كل الحواطر الموجودة في كل المعابد وكل المقصير بنفس الألوان وجمالها يعني كل الألوان دي حضرتك عايز تقناني إن هي فعلاً بقالها كل المدة دي ما فيش فيها تعديلات حديثة في عندنا قواعد أسماء أبو اليزيد، عمرو واهبة، أدم الشرقاوي، رامي عشور، سلمة أبو ضيف، المرشدة السياحية بسانت ونور الدين والفيلم كان بيحكي عن أهالي الأكسر ومعالمها زي ما شفنا والنيل والحنطور والألوان الجميلة وأسرار الثقافة الشعبية اللي جذبت السياح ومنهم السائح ده اللي لم بعد ما جيه الأكسر ما قدرش يرجع تاني واستقر في الأكسر زي ما قلت لكم برضو موضوع مجمع الأديان إنه تكلمنا عن تكلم الفيلم عن دير الشهاداء من القرن الرابع دير الشهداء ده دير من القرن الرابع بنته الملكة هلانة على أجساد الشهداء وبيحكي تاريخ أبان والدنة وتاريخ أسنا بالزاد عشان كده الأصل متفردة عن كل دول العالم من خلال هذا الكم العظيم من الأسار ده يمكن اللي خلى الإنسان المصر القديم اللي عاش هنا امتلك مقومات التفوق وعمل الحضارة اللي احنا شايفينها لغاية دلوقتي محفوظة اللي احنا شايفينه بس تطرق الفيلم أيضا للمراكب النيلية اللي هي واحدة من الأشياء اللي بتتميز بهم حفظة لقصر وكان بيستخدمها القدماء المصريين في الاحتفالات وكانت بتتحطى على عربات كارو مربوطة بحبال كان بيجرها عشرين رجل زي التقوز بتشبه التقوز دي كان يعني عملوا ليها ماتش كده أو شبه ليها في اللي بيحصل في مولد سيدي أبو الحجاج وتلف وكانت في مراكب تتحطى على العربيات كارو ويموها بالحبال يمسكوها حوالي أشير راجل عشر من هنا وعشر من هنا زي احتفال الفرانة زمان هي نفس التقوز هي موجودة عندنا في مولد أبو الحجاج أربع مراكب ومعروف ارتباط المراكب بالمراكب أمون هما السلوس المقدس لأمون وموت وخنصه بالإضافة إلى المركب الرابع وهي مركب سيدي أبو الحجاج نفسه كمان تطرق أشار الفيلم للمقاومات السياحية كتيرة في مدينة لقصر زي سياحة البالون الطائر ومن خلال الزيارة دي أو اللي بيستقل البالون الطائر بتكون 45 دقيقة بيستطيع فيها الزئر رؤية شروق أو غروب الشمس والأثار واكتشاف المدينة بأكملها كان كمان بيتكلموا عن سوق العطارة والأمور السياحية والسوق السياحي وأنه دول برضو من معالم المدينة المهمة جدا وفرصة للاحتكاك بالأهالي والتعرف على عاداته والتقاليد في مدينة الأكسر أفاد الفيلم التسجيلي أيضا بإمكانية أن يستقل الزائر أو السائح الجمال والإحسنة خلال وجوده في مدينة الأكسر جات بعد كده رحنا لأغنية أحلى بلاد الدنيا بلادي وأغنية كانت تم إلقاءها في افتتاح الطريق بالضبط إحنا دلوقتي دخلين على مشاهد روعة جدا ودي كانت أول حاجة الأغنية دي غنتها هند الراوي بعد كده كانت فيه كلمة وزير الأثار وتكلم بقى الكلمة الرسمية خلال الاحتفالية وقال للرئيس السيسي أنه قال كده يعني أن الرئيس قال لنا قدموا الأقسر فيه ثوب جديد اتكلم عن الأثار المصرية فريدة لا يمكن مقارنتها بالأثار الأخرى في العالم وأشار إلى أن طريق الكباش بيعود تاريخه إلى تولد تلاف واربعمائة عام احنا النهاردة بنحتفل بإيه؟ ولو دولة الرئيس يسمح لي أستخدم اللفظ اللي دايما يستخدمه في توجهاته لنا في اجتماعاته العديدة هو تقديم الأقسر في ثوب جديد فعلا ولو الحدث الأساسي اليوم هو الانتهاء من مشروع كشف طريق الكباش وهنا مش عارف أشكر مين ولا مين في هذا الطريق الطريق ده أول كبش أو آسف أول تمثال تم اكتشافه برأس إنسان كان في بداية أمام معبد الأقسر كان يوم 18 مارس سنة 1949 عن طريق أثر مصري ومن ساعتها والمدة أكتر من 70 سنة بطوا لأول مرة من أيام أجددنا الكرنج بالأقسر عشان الأقسر تستحق لفظ فعلا المتحف المكشوف أو أكبر متحف مفتوح في العالم فبوجه التحية لكل المسؤولين أتت زي ما أقول لحضراتكم اللحظة المبهرة وبدأ الموكب الملكي المهيب وبافتتاح طريق الكباش ليبهر العالم بإعادة إحياء عيد الأبت وأنشودة النداء الأول وقدمت الأنشودة شهد عيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحافل زي ما أنتوا شايفين كان شهد تنفيذ محاكاة لإحتفالات عيد الأبت عيد الأبت ده كان أهم عيد التقويم في مصر الأديمة بيرمز لتجديد شباب ملوك الفرعنة من وحي الطبيعة كان بيقام سنويا في طريق الكباش أثناء موسم الحصاد بداية من عصر الدولة الحديثة خلال أشهر سبتمبر وإكتوبر ونوفمبر جرى تجميل وتزيين الطريق اللي شهد الاحتفالية الكبرى عبر إضافة إضاءات ليلية مبهرة زي ما أنتوا شايفين إضاءات يعني غاية في الجمال بطول الطريق والحقيقة برضو هيكون بمقتور المصريين والسائحين الأجانب مشاهدة الأثار عبر الأجواء اللي بتستلهم عبق التاريخ تم رصف الطريق ببلطات من حجر الرملي وتم ترميم بعد أجزائه لتظل على الحالة الأثارية نفسها اللي كان عليها تاريخيا في زمن المصريين والكدماء من الأنشودة دي رحنا للأنشودة تانية من أنشودة النداء الأول رحنا إلى أنشودة حد شبسود قدمتها هايدي موسى الانشودة كانت زي ما أنتوا شايفين كده الترجمة قدام حضراتكم محتواها بيقول أو بتتكلم مع الناس وبتقول أنتوا يلي هتشوفوا أثاري هذه في السنين المقبلة لازم تتحدثوا عما فعلت احذروا أن تقولوا لا نعلم لماذا قد عمل هذا أن جبلا صنع كله من الزهب كأي شيء إن عايدي قد حدث وإني أحلف بقدر ما يحبوني إله الشمس وبقدر ما يحبوني إله آمون وكملت باستعرض جميل جدا جدا الانشودة وبرضو تكلمت عن الحياة التاج زي ما بيجيب إله الشمس في سفينة المساء ويشرك في سفينة النهار بينضم إلى إزيس ونفتيس والدتيه والدته في السفينة المقدسة يعني كانت على شكل بس شايفين الإفكس والجمال ده والمنظر كده والإضاءة مع إحساس أنه فيه ميا كل دي طبعا يعني كان لعب رهيب بالأضواء مع المياه دي كلها يعني كانت إنشودة رائعة جدا الإنشودة التالتة اللي راحوا لها بعد كده واتنقلوا لها الواحد من كتر جمال المشاهد بصراحة مش عايزة نقل على المشاهد بعديه كده احنا بنحاول نغطي الدنيا كده بالشكل السريع شوية روح الاحتفالية يعني إنشودة أمون راع وقدموا عز الأسطول وكان بيتكلم برضو عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة إنك تبدو جميلا يا أمون راع لأن البلاد كلها في عيد ابنك البكر أول من أنجبت ترجمة نانسي قنقر والأغنية اللي بذكرتنا كلنا اللي كانت طبعا في أحد أسر الأفلام اللي قدمتها فرقة رضا لقصر بلدنا بلد سواح كان الحقيقة أداها أو غناها الفنان واقل الفشني وتقلق بالجلباب الصعيدي في افتتاح احتفالية طريق أو احتفالية افتتاح طريق الكباش ترجمة نانسي قنقر وكانت برضو وسط المشاهد من انطلاق موكب طريق الكباش عشان تشوفوا طريق الكباش قبل وبعد إنه تعرفوا إنه العظمة اللي بتعملها مصر ده كان طريق الكباش قبل وشوفنا طبعا الاحتفالات المبهرة ويعني شوف دلوقتي بعد كده يعني كل ده قبل زي ما انتوا شايفين وكل دي كانت يعني برضو كان فيه شغل كبير جدا 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 فيعني هتتنقل بقى من كل ده حتى اللي تقال إن حتى البيوت اللي كانت توصل السائح للطريق ده كانت برضو تعاملت كلها بلون واحد موحد يعني تعامل شغل شغل كبير قوي شغل رائع يعني فقد ايه إنه زي ما شفتم من بداية الموكب والطريق ده كله واللي تعامل كل المجهودات اللي تعاملت قد ايه فعلا كانت عظيمة عشان كده بنقدم كل التحية للمايسترو نادر عباسي واللي تعاون مع الموسيقر أحمد الموجي وكان طبعا تقلق ومعا في موسيقى احتفالات افتتاح طريق الكباش مصمم الديكورات المهندس محمد عطية يعني واحد من أهم مهندس الديكور في مصر والعالم العربي كان حصل على عدد كبير من الجوائز العربية والعالمية ارتبط اسمه بالأفلام الرائدة على المستوى الفني والجماهيري أحدث أعماله الإشراف الفني وتصميم الديكور لمسرحية كوكو شانال تولى الإشراف الفني وتصميم الديكور لمنتدى شباب العالم 2018 و2019 وهو كمان اللي كان صمم ديكور موكب المميوات الملكية بس واضح إنه هو خلال الخبرة في هذا الموكب يعني عمل لنا كمان إبداع رائع في افتتاحية أو احتفالية افتتاح طريق الكباش الفنان النحاة ضياء عود نشر سور مراحل تصميم مجسمات احتفال طريق الكباش وطبعا يعني كان برضو شغل رائع جدا طبعا أكيد متخيلين وفاهمين مشاهدينا إنه الحاجات دي كلها عشان تتعمل أكيد أخدت وقت ومجهود ويعني بجد كل اللي ساهم في أي شيء في هذه الافتتاحية بنقدم له كل تحية وكل تقدير وبالتأكيد الشغل ده بالتأكيد وصل للعالم كله عشان كده كان فيه ردود فعل سواء ردود فعل من داخل مصر أو من خارجها كل الصحف العالمية على فكرة كانت برضو تحدثت عن هذه الاحتفالية طبعا برضو إشادة مع إشادة بالرئيس السيسي وشكرا يا سيسي كان هاشتاج أيضا كان يعني تصدر تويتر بالأمس وطريق الكباش أيضا كان الاثنين دول أو الاثنين هاشتاج دول كانوا تصدرها محرك البحث في جوجل تزمنا مع حفل افتتاح طريق الكباش العالمي كان برضو فيه زي ما قلت لحضراتكم ردود فعل أيضا في صحف عالمية كتير كانت تحدثت عن هذا الحدث الرائع وكان يعني حقيقي إبهار وإبداع مصري وزي ما أنتوا شايفين بكل لغات العالم كان الحديث عن هذا الطريق وإن برضو قد إيه فعلا أنه بتوجيهات الرئيس السيسي وكان برضو الناس كلهم كان فيه ناس برضو بتقول أنه يعني سيبكوا بقى من الكلام الفاضي اللي كان منتشر اليومين اللي فاتوا والترندات اللي كانت يعني خلافات والحاجات دي كلها خلينا في المهم وهنا برضو ده كان محمد كان زي ما أنتوا شايفين طريق الكباش قبل وبعد إعجاز إبداع عفوا إن ده محمد هنيدي أنا أسفا محمد هنيدي فيعني الكوميديان المعروف طبعا كل الناس على فكرة نشرت يعني كل تكلم كندعلوش فنانات وفنانين من كل دول العالم حسين الجسمي ألف مبروك حتى من قلبي على مصر طبعا طريق الكباش مصر كتير جدا سهموا عفوا كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي فرانس بريس بالعربية المرة الأولى منذ ما يقرب منتو 3500 سنة عادة ليظهر النور لطريق الكباش اللي بيضم أكتر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كابشو اللي بيربط بين معبد الكارنك ومعبد الأقصر الرئيس السيسي قبل ما يشارك في احتفالية افتتاح طريق الكباش كان زار منزل مواطن بأسوان يجلس على أريكا السعيدي وكان الحاب تفقد كل الحاجات اللي كانت برضو تضررت في أسوان بسبب الفيضانات الفترة اللي فاتت التقى الرئيس السيسي أسرة أحد المواطنين استمع منهم بالخدمات المقدمة في ظل السيول اللي اجتحت القرية وخلفت أدرار كبيرة وذلك في إطار حرسه الدائم على لقاء المواطنين السور كانت زي ما انتم شايفين الرئيس مع الأسرة السعيدية الجميلة دي على أريكا سعيدية وبجواره طفلة صغيرة وكان بيحويرها في لقاء أبوي اعتاد عليه الرئيس السيسي في لقاءات الجماهيرية ودي كانت برضو لفتة جميلة أنه يتفقد أسوان قبل ما يعني يشهد احتفالية افتتاح طريق الكباش معلش من يعني الاحتفالية الجميلة دي واحنا مبسوطين وسعادية جدا أنا أسفة جدا أنه كورونا في قلق جديد للأسف في متحور جديد هذا المتحور بيقلق العالم كله بريطانيا وإسرائيل وأمريكا وحتى مصر منذ قليل بدأت تعلن عن حظر السفر من دول أفريقية المتحور الجديد ده بصدره جنوب أفريقيا والخطورة فيه الحقيقة فيه صورة يمكن زمالنا تبين لنا الشكل أنه التفرة اللي كانت احنا كنا بنكلم عن سلالة دلتا ودلتا بلاس والتفارات اللي حصلت التفارات اللي حصلت مع يعني متحور دلتا كانت تفرتين بس متحور الجديد عشر تفرات خلينا نشوف التقرير بيقول لنا إيه عن هذا المتحور اللي بيقلق العالم كله دلوقتي منظمة الصحة العالمية قالت طبعا فيه قلق آه لكن هناخد وقت شوية فيه أن احنا نحاول ندرس ونشوف انتشاره وسرعته وهل فيه أعراض جديدة ولا لا كل ده هيبان طبعا مع الوقت دواحد خمسمائة وتسعة وعشرون هو اسم المتحور الجديد من كوفيد تسعة عشر الذي اكتشف في جنوب إفريقيا متحور قد يكون شديد العدوى يقول العلماء ويحتوي على عدد مرتفع جدا من التفارات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة نرى الكثير من التفارات في بروتين سبايك مما قد يؤثر على فعالية القضاء على الفيروس لكننا نرى أيضا طفارات معروفة جدا موجودة في متغيرات أخرى وهو ما يثير قلقنا لأنها قد تزيد من قابلية انتقال الفيروس فريق العلماء هذا هو نفسه الذي اكتشف المتحور بيتا الشديد العدوى العام الماضي ويمكن لتحولات الفيروس الأولى أن تجعله أكثر قابلية للانتقال إلى حد يصبح فيه مهيمنا وهذا ما حدث مع المتحور الدلتا الذي اكتشف في الهند والذي بحسب منظمة الصحة العالمية خفض من فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بنسبة 40% حتى الآن تم الإبلاغ عن 22 إصابة بهذا المتحور الجديد تعود معظمها إلى شباب كما سجلت إصابات أخرى في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب إفريقيا هو الحياة تم إطلاق اسم عشان طبعا الأرقام دي هتبقى صعبة شوية اسمه أوميكران على هذا المتحور الجديد يعني إحنا عندنا متحور دلوقتي مش يبقى كلام عن دلتا يبقى الكلام عن أوميكران وطبعا التساؤل هل اللقاحات هتأثر على الطفرة الجديدة دا أو على السلالة الجديدة دي ولا لأ إيه الأعراض دلوقتي اللي بيتقال إنه أخطر السلالات علشان خاطر التحورات الكتير أو التفرات الكتير اللي حصلت له فبالتالي منتظرين منظمة الصحة العالمية قالت النتائج الأولية تشير لأن السلالة الجديدة واللي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا هلأ شد عدوى بين كل متحورات الفيروس اللي ظهرت حتى الآن وفي نفس الوقت إنه هذا الأمر يبعث على القلق يعني وزي ما قلت لكم أطلق عليها أطلق على هذا التحور أو السلالة الجديدة أوميكران لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة الكوفيد 19 في هذا الوقت إذا كانت هتقدر تسيطر على هذا التحور ولا لأ الإصابات كانت فيه إصابات بهذا المتحور في أماكن مختلفة في بوتسوانا في هونغ كونغ لدى شخص كان عاد من رحلة من جنوب أفريقيا أيضا في بلجيكا بلجيكا أول دولة أوروبية تم رصد هذه السلالة الجديدة الأوميكران الحقيقة الغريب بقى أنها كانت ظهرت على مسافرة عائدة من مصر وأول رد مصري بشأن اكتشاف بلجيكا إصابة متحور كورونا الإفريقي لمسافر عادة من مصر تحدث المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار قال أن المعلومات المتدولة في هذا الشأن تحتاج إلى توصيق لأنها لم تذكر بشكل رسمي على لسان مسؤول حكومي بل خرجت من عالم فيروسات على تويتر حتى الآن وكان فيه تصراحات للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار أنه بيتواصل المكتب الإقليمي لمصر لمنظمة الصحة العالمية يعني بيتواصلوا مع المكتب الإقليمي علشان خاطر يتم إرسال كافة المعلومات الخاصة بالحالة المصابة وتاريخ السفر والتحقق من كونها قادمة من مصر أم مجرد ترانزيت فقط وهل المعلومة ذاتها صحيحة أم لا وإذا كان في مصر فليخبرونا بتفاصيل تواجد وطبعا مصر برضو بتحاول تشوف الدنيا لكن عموما حظر السفر بقى يا جماعة احنا كنا ريستا بنحتفل بين أمريكا فتحت وأنه خلاص دلوقتي موضوع الملقحين والكلام ده كله المهم دلوقتي بقى بريطانيا أعلنت أنها تمنع المسافرين من ست دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب هذا المتحور الأوميكرا وأعلنت إسرائيل، سنغافورة، اليابان، السعودية قيود على رحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا ومبعض من الدول الأوروبية وضعت سبع دول على القائمة الحمراء عالية الخطورة جنوب أفريقيا، لاستو، بوتسوانا، زمبابوي، موزنبيك، نامبيا، وأسوستوامي كل دي دول وضعت سبع دول على القائمة الحمراء طبعا تأثر السوق العالمي مش بس سوق البورصات وأسواق كثيرة جدا ولكن أسعار النفط انخفضت في يوم واحد إلى أدنى مستوى خلال 18 شهر ويأتي هذا التراجع مع تزايد المخاوف من سلالة أوميكرا الجديدة وقد يؤدي هذا الفيروس الجديد إلى مزيد من الركود الاقتصادي العالمي انخفضت الأسهم بنسبة تراح بين 2 و 3% في جميع الأسواق الرئيسية مع تدرر شركات الطيران وشركات السفر بشكل خاص يعني دلوقتي هنرجع تاني في أزمة اقتصادية وهي الحكاية أساسا مش نقصة أسواق المال في أوروبا سجلت هبوط حاد عند افتتاح الأسواق متأثرة بكل الأخبار الجديدة عن سلالة أوميكرا اللي جاية من جنوب أفريقيا تراجع مؤشر كاك كراون الفرنسي تراجعت أيضا الأسواق الأوروبية تراجعت الأسهم في الأسواق الأمريكية يعني النهاردة سوق الأسهم كان الحياة صعبة جدا الصين ألغت مئات الرحلات الجوية أغلقت بعد المدارس علاقت أنشطة صيحية كتيرة بعد اكتشاف إصابات بفيروس كوفيد 19 وتغالبا برضو هتكون لها علاقة بالسلالة الجديدة في شنغهاي تشكل هذه الزيادة في العدد الإصابات ضغطا على الصين عشان هي الدولة المضيفة لدورة ألعاب الأوليمبيت الشتوي أو الشتوية اللي هتنطلق 4 فبراير المقبل كمان أثرت كل الموضيع دي على الاحتفالات بالنسبة لعيد الميلاد إحنا فاضل أقل من شهر أولا احتفالات عيد الميلاد فواضح كده أن دول هتبتدي تغلق بلجيكا اللي ظهرت فيها أول حالة بدأت تقلل ساعات مثلا المطاعم بتقفل حنات يعني دلوقتي هيبقى فيه برضو إعلانات كتيرة غير موضوع حظر السفر بالنسبة لموضوع طبعا عشان يتم التعامل مع هذه السلالة الخطيرة الجديدة أوميكرا الاتحاد الأوروبي بيوسي بأن تكون صلاحية التطعيم ضد كورونا للسفر 9 أشهر فقط ممكن برضو تتغير التوصيات دي كل دي حاجات دلوقتي وأهم حاجة طبعا أنه هيكسف العلماء مجهوداتهم علشان يتم معرفة ما إذا كانت اللقاحات أو ما إذا كانت اللقاحات هتؤثر بشكل كبير على الموضوع ده ولا على طبعا هذه السلالة والطفارات الكتيرة اللي بيقال يعني في بعض أنها أكتر من 30 طفرة يعني كان فيه برضو اكتشاف حلو جديد الفترة اللي فاتت كان لي علاقة بدواء متطور مضاد الفيروس نقص المناع المكتسبة لإيدز والحقيقة أنه الكلام عن الإيدز النهاردة برضو كان أنه المواطنين يعني المواطنين كتير أو موضوع الإيدز وأنه هو منتشر في جنوب أفريقيا وده مشكلة في المناعة ده برضو خلى أو بيقال أنه ساعد على أنه يبقى فيه إصابات أكتر بالكوفيد وأنه يحصل التحور اللي حصل أو التفارات اللي حصلت بالنسبة للسلالة الجديدة يعني بالرغم ده بس كانت كده يعني بعض التعليقات على الموضوع برضو لأنهم بيشوفوا إيه الأسباب اللي خلت يحصل التفارات الجمدة دي كلها لكن على الجانب الآخر تم الإعلان عن دواء متطور مضاد الفيروس نقص المناع المكتسبة اللي هو الإيدز وقالوا أنه هو فيه مميزات كتيرة جدا وهذا الدواء من بريطانيا والحقيقة أنه كان برضو بيقولوا أنه هيكون يعني مسؤول الصحة البريطانية قدوا الدوء الأخضر لهذا العلاج بيتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين وأنه التجارب أثبتت أنه بيشتغلوا بفعلية كبيرة جدا ده برضو من الحاجات الكويسة في مستوى التقدم والعلم والعلماء خلوا بالكو يا جماعة زي ما دايما بنقول خلينا حارسين اللقاحات دلوقتي الجرعة الثالثة بتتعطى في أماكن كتير جدا لغاية ما نشوف الدنيا هتوصل لإيه وطبعا برضو كان من ضمن الأسباب اللي قالوها أنه تباطئ التلقيح في دول أفريقيا أو الدول الفقيرة اللي كانوا بينادوا أن الدول الغنية بس بتتلقح والفقيرة لأ أو أنه ده هيرجع للدول الغنية بمشاكل أديها فعلا حصلت عشان كده دلوقتي برضو من الحاجات المهمة أن احنا نبتدي ناخد يعني اللقاحات ناخد بالنا مسكات التجمعات الحاجات دي كلها لغاية ما نشوف آخرتها إيه تونس الشرطة تسيطر على مسلح حاول اقتحام وزارة الداخلية نقلت وكالة ريترز عن شهود عيان في العاصمة التونسية اليوم الجمعة أن هناك استنفار أمني كثيف للشرطة كان أمام مقار وزارة الداخلية فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تمكن الشرطة من إحباط هجوم إرهابي وكان في بعض المشاهد اللي كانت لقطت معرفش إذا كان وصل لزميلنا ولا لأ كان نشر من فترة بسيطة كده فيديوهات في بعض القنوات بترصد كانت هذا الإرهابي وكان اللي هو كان بيحاول أنه يطلق النار على شاب مدجج باستلاح الأبيض حاول أن يقتحم مبنى وزارة الداخلية وعندما تصدر رجال الشرطة للشاب أطلقوا عليه النار وأصابوه في إحدى قدميه وبعد كده تمكنوا من السيطرة عليه وسط حالة من الاستنفار وجرى نقل الشاب على الفور لأحد المستشفيات تحت حراسة مشددة فيما لم يتتضح بعد الدوافع التي أدت إلى محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية الوضع في لبنان من سيء لأسوأ ومن صعب الأصعب هوت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد متظاهرون يقتحمون وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تردي أوضاع المعيشة حيث اقتحم عدد من لبنانيين اليوم النهاردة الجمعة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية احتجاج على الأوضاع الصعبة دخل المحتجون خرفة الاجتماعات في الوزارة في الطابق السابع من المبنى أعلنوا أنهم يريدون إصال رسالة تعبر عن واجع الشعب اللبناني معتبرين أن مزارة الشؤون الاجتماعية غائبة عن السمع وعبر المحتجون عن اعتراضهم على ارتفاع أسعار السلع الأدوية المحروقات طلبوا بلقاء الوزير هكتور الحجار وهدف بعضهم ثورة ثورة فيما حضر عدد من عناصر القول الأمنية إلى الغرفة التي اعتصم فيها المواطنون وأزال المحتجون صورة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من على حق الغرفة اللي اعتصموا فيها وعلقوا مكانها ورق مكتوب عليها سوار 17 تشرين وقعدوها إلى مكانها بعد وصول الوزوء الوزير للقاء المحتجين الأردن تظاهرات ضد اتفاقية الطاقة والمياه مع الإمارات وإسرائيل تظاهر عدد من الأردنيين اليوم في شوارع العاصمة عمان رافضين علان النواية الموقع أخيرا بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشأن تبادل الطاقة والمياه بينهما ردد المحتجون هتفات رافضة اتفاقية التطبيع من بينها شعار غاز العدو واحتلال ووصف المحتجون في شعاراتهم الاتفاقية بأنها اتفاقية عار وإزلال تهدف إلى رهن الشعب الأردني في ييدي الاحتلال الإسرائيلي مزاهرات في إيران أيضا إيران عندهم مشكلة في شوح المياه واشتباكات بين الأمن والمحتجين لأن قوات الأمن في وسط إيران حملة أمنية وسعة النطاقة لمواجهة المتظاهرات التي خرجت احتجاجا على شح المياه في محافظة أصفهان ويعتقد أن العديد من المتظاهرين أصيبوا بجراح أثناء الاشتباكات مع الأمن السودان ما زالت هناك مظاهرات محتجين على الاتفاق اللي تم ما بين حمدوك والبرهان الألاف يحتاجون في شوارع الخرطوم ومدن أخرى ضد هذا الاتفاق تظاهر الألاف من المواطنين في شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى مع استمرار الاحتجاجات على الاتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك كان فيه طبعا استعمال لغاز مسايل للدموع ردد المتظاهرون شعار الشعب يريد إسقاط المدين النظام عفوا وكان فيه أحزاب سياسية وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة دعوا إلى خروج تظاهرات احتجاجية مستمرة الفترة اللي جاية للمطالبة بالحكم المدني والإفراج عن معتقلين السياسيين وبيقال أنه مرور شهر النهاردة يعني 25 طبعا بالأمس مرور شهر على الانقلاب العسكري ننفذه قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني عين عبدالعزيز فتح الرحمن في منصب رئيس القضاء وكان بيقولوا أن الخطوة دي جاءت لاستكمال هياكل السلطة القضائية والحقوقية من السودان هنروح لأسيوبيا أعلن رئيس الوزراء الأسيوبي عن إحراز القوات الحكومية تقدما ميدانيا كبيرا بينما يفود رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد مهامه لوزير خارجيته وتوجه لقيادة جبهات الكتال قوات تجراي تزحف من ولايات شمال العاصمة الأسيوبية ويحاول مقاتله جبهة تجراي الوصول إلى بلدة مالي بهدف قطع طريق ميناء جبوتي أديسة بابا الأمر اللي بيعني إذا ما تم قطع الإمدادات على العاصمة وخنقها اقتصادياً هيبقى ده طبعاً يعني هيبقى خلاص كده اقتراب سقوط أديسة بابا في حين تصطدم مساعي الوسيطين الأمريكي والإفريقي بتسلق في موقفي الحكومة وتحالف جبهة تجراي أعلى الرئيس الوزراء بي أحمد من جبهة الكتال عن إحراز قوات الحكومية تقدم ميداني كبير لكن هو بصراحة قال حاجة بناء منع أي أخبار عشان أخبار في التحركات العسكرية عشان ما توصلش لتجراي وكان بيودين أي مواقع بتنشر أي أخبار ومنهم حتى واشنطن من مظاهرات أو من أسيوبيا والوضع السعب هنروح برضو لمظاهرات في العراق مظاهرات في العراق رفضين النتائج لأنه خلاص بعد الفرز اليدوي وكان طبعاً دلوقتي اقترب الموضوع من أنه لقوا النتائج بتاعت الفرز اليدوي هي هي النتائج اللي كانت للانتخابات الأولانية وحاول متظاهرون رفضون النتائج الانتخابات اسقاط حواجز أمام المنطقة الخضراء وطبعاً كان برضو القوات الأمنية أغلقت جسرية السنكة والجبهورية المؤديان إلى المنطقة الخضراء ودلوقتي كده مقتدأ أو الصدر هو الفائز وسهيتم الإعلان بشكل رسمي والصدر كان برضو بيدعو للكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال القازمي اللي تمت خلال الأيام اللي فاتت بعد مرور نحو ثلاث أسابيع المحاولة الفشلة لاغتيال رئيس الحكومة مصطفى القازمي المهم أن نصدر نشر تغريدة وقال فيها مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء يعتبر تعدي واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إصارة فتنة وزعزعة لأمن العراق وقال من هنا صار لزاماً الكشف عن المكشوف يعني الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف والقبض على الإرهابيين اللي قاموا بهذا العمل الإرهابي اختتم الصدر تغريدته وقال مع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفه مستقبله نروح لليبيا ليبيا تم استبعاد 25 مرشح من ضمنهم مين؟ سيف الإسلام تم استبعاد سيف الإسلام بشكل رسمي بس الحاجة التانية كمان إن حق محكمة حكمت على حفتر اللي هو مرشح في الانتخابات بالإعدام هل ده هيخليه برضو يبتدي إن المفوضية تستبعد خليفة حفتر برضو من الانتخابات اللي بي ولا لا إحنا انتخابات المفروض في 24 ديسمبر هنتابع معاكم الدنيا وهنشوف برضو إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية وفي طعون طبعاً يعني هو دلوقتي سيف الإسلام من ضمن 25 واحد تم استبعادهم وكان في مسلحون اقتحموا محكمة ابتدائية في سبها أحد المراكز التلاتة لتقديم الترشيحات للانتخابات وأكبروها لإغلاق أبوابها ومحامي يوسف الإسلام هيروى عملوا دلوقتي تعون في القضاء التركي يقرر ابقاء رجل الأعمال والنشط التركي عثمان كافالا في السجن بالرغم من إنه حقوق إنسان كتير وناس كتير اعترضوا على الموضوع ده وفاكرين لما كان في سحبة تركيا سفراء كذا دولة أوروبية وقالوا لهم ما تتدخلوش في شؤورنا فدلوقتي هما أقرب إنه هو هيفضل في السجن قبل ثلاثة أيام من استقناف المحادثات النووية في فيينا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال إن بلاده تريد رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وهو ده الشرط علشان يتم عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني ومنشقة الطاقة أو منظمة الطاقة الزارية الإيرانية كانت بتقول منشقة كارج تستخدم لتصنيع أجهزة التارد المركزي المتطورة بشكركم مشاهدين على متابعتنا النهاردة وأكيد هيكون معنا الأحداث أحداث أخرى ومزيد من الأحداث إن شاء الله الحلقة الجاية في الأسبوع الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر